السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباش مهندس الافاضل معكم مهندس الاسلام جميل وان شاء الله هنبدأ في كورسنا الجديد واتعلم برنامج ريفت المعماري الحمد لله الحمد لله معك احاولكم شوانسين عايزين نتعلم مع بعض زي قدر اعمل بتاعي يعني انا عايز دولة اعمل الطرق بتاعتي ورصيف والكلام ده كله لو انا رحت لالصيف بلان انا محتاج هنا باش مهندسين اضيف لعنا هزر بقى الشدد محتاج اعمل لنا طريق داخلي يبدأ يدخل عندي على الاصر بتاعي ويبدأ يعمل لكون فيه رصيف خارجي والاعمال اللي اي خارجية عندنا بتاع الطرق في عندي اسلوبين اول اسلوب يا اما عمله مانيوان وعنتعلمه مع بعض عشان نفهم برضه الموضوع والاسلوب التين انا استخدم اداة او بلاجن اسمها سايد ديزاينر هبارضه هسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله اسمها سايد ديزاينر تقدر من خلالها تعمل ستريت الكيرب الرصيف اي حاجة انت محتاجها تقدر تعملها بمنتغه سهوله والراجل كمان بيوريك فيديو توضيحي لو انت محتاج اي حاجة من دول تبدأ تفهمه ماشي نفس الكلام بالنسبة للستريت ونبدأ نشرح الاسلوب ده ونبدأ نشرح الاسلوب ده مع بعض ان شاء الله تعال الاول نعمل اسلوب المانيول هتعمل اسلوب المانيول ديزاينر هبدأ استخدم السايت اللي انا عملته التوبوغراف اللي انا عملته واجهين على ماسنج ان سايت وقاله حاجة اسمها صبريجون يعني صبريجون الريجون اللي قدام دي حضرتك انا عايز اخد منها جزء اعمل منه طريق في نفس الريجون عكس البيلدنج باد البيلدنج باد انا بعمل اوبننج او بعمل فتحة او فراغ جوهي الجزئية دي وبعد كده ارسم فيه انما الصبريجون انا باخد جزء من الحاجة نفسها واستخدمه فهولا اعمل لي صبريجون شكل عامل زي هولو ريكتانجل وليكن انا هعمل الطريق بتاعي بالشكل ده كده بالشكل ده ماشي طبعا ابدأ اشيل الزيادات وعمل وبن هنا وقا كده اعمل فلت من ده للده ومن هنا اعمل زوم ان لهنا ممكن انا مسك ده احرقه جوه شوية بالشكل ده طيب حاس انه بعيد شوية عن المكان بتاعي المسابة بتاعته بعيدة شوية مثلا اسيب حوالي خمسة متر وابدأ اشتغل بالشكل ده هعمل وليكن الطريق بتاعي وليكن انا خلي ده طريق رئيس وليكن اتناشر متر مثلا بالشكل ده هعمل من هنا برضو ده طريق رئيسي وليكن اخليه اتناشر متر بالشكل ده ده هعمل عشان اعمل محازاته مع ده بالشكل ده يبقى انا كده حددت الاول الطريق بتاعي شكله عمل ازاي فاضل ان انا اعمل بقى الدخلة اللي هتدخل هنا على الاصر بتاعنا من هنا فبرضو هعمل خط لين من الحائط ده كده بالشكل ده وخط لين تاني من هنا لهنا هخلي المسافة دي وليكن ستة ونصف متر بالشكل ده هبدأ اعمل اسبلت برضو مهم جدا اعمل اسبلت وابدأ اعمل اس من هنا الهنا واس من هنا الهنا بالشكل ده حضراتك يا بشوانسين والمنطقة دي طبعا هستخدمها ان شاء الله هعمل فيها اشجار وعمل فيها زرع نفس الكلام في المنطقة الموجودة عندي هنا المنطقة الموجودة دي ما بيفعش طريق يبقى جاي حرف زاوية تسعين كده بالشكل فعمله فيلت ريديوس اولا انا مش عايز اعمل ريديوس لو انا مسلا عايز ازبطه الاول باعك اشوف ريديوس بعد دي وليكن اخلي الطريق بتاعي بالشكل ده دي ريديوس الفين وخمسمية كويس جدا من متر ونص برضو نفس الكلام يبقى انا اقوله من هنا كده فيلت ريديوس الفين وخمسمية بالشكل ده نفس الكلام اختار ده اعتقد ايبو صغير جدا خلي على الرئيسي بس كده من هنا الهنا رئيسي بالشكل ده خلي الطريق بتاعنا بالشكل ده كي حكوش هانتسين انا حددت الريجون بتاع الطريق الطريق بتاعي جاي بالشكل ده هنا الدخلة هيبدأ فيه اتجاه الناحية تانية انا قللت شوية الجزء بتاعنا اللي هنا بالشكل ده شكل الطريق هقوله وكي عشان اشوفه هو ده شكل الطريق بتاعنا ده فتحت السري دي هو ده شكل الطريق بتاعنا ابدأ ادي له متريل من هنا زي ما احنا متفقين بقوله create create new material هتدي احرف الام عشان اخليها عشان لما احصر المتريل بتاع المشروع كلها تبقى موجودة معي اسمي ده كده رود ده الطريق وبعد كي اذهب الى الابيرانس هستخدم المتريل بتاعه هعمل سيرش في الابيرانس بتاعنا مهنا في السايت وورد هلاقي هنا موجود عندي الاسفل تولي اكون هستخدم ده بالشكل ده وابدأ بص الشكل بتاعه ماشي بالشكل ده اللي اوكي يبقى انا اديت له المتريل بتاعته بالشكل ده بتاع اولا حدود الطريق بتاعي حددت الطريق بتاعي افضل بان انا احتفل اعمل خير احتفل اعمل الав uk احتفل اعمل الرصيف الموجود الخارجي بالشكل نفس الكلام احتفل هروح الى سايت هروح برده انا ههمل جزء برضه من هذا الان هقوله مرك ll سايت هبدأ اعمل خط line من هنا الان هاول على هده ما比ز ماهذا انه زبطي الخطوب من هنا الان الان يعمل فباتطر ان هي ارسم الحدود بتاعتي وامش عليها نفس الكلام برضو هاجي من هنا هقول له بقى بعد كده الراجل ده همسكه من هنا لحد الاند نقطة الاند بالشكل ده وراجل ده هجيبه من هنا لحد نقطة الاند وبقى كده اقول له من هنا كده ارق ده مع ده من هنا كده غلط اختار وقول له انا عارف الفين وخمسمية بالشكل ده يبني برضو زبط اموري بالشكل ده بالشكل ده حقا شوان سمع كده هعمل افسد ولكن انا هخلي الرصيف بتاعي ده ولكن واحد ونص متر متر ونص مثلا وهاخد شكل الرصيف بتاعي اللي هيمشي عليه بالشكل ده ابدأ اخد بقى خلاص افسد الموضوع هنا اقدر اخد افسد من كله وانتهي السهولة بالشكل ده ابدأ اكملهم كلهم افسد بالشكل ده اه هنا بالشكل ده كده بشوان سين اما حاجة يكون اه موجود عندي يكون مقفول عندي الارياب بتاعتي انا احاول حتى لو هاخد جزء بسيط يعني مسلا حرك ده سن كده التحت عشان اعرف اقفل اللي فوق من هنا الهنا بالشكل ده امسك ده كده تاني في اللي 2500 تاني زي ما كان بالشكل ده اه برضو نفس الكلام ده هحركه سمن التحت ده كده هعمله افسد وليكن اخلي هنا رصيف وليكن 30 سنتي كفاية انا اسف ده خلاص خلصان بالشكل ده هبدأ ااخد الراجل بتاعنا ده نزله لتحت اعمل خط من هنا من هنا واقفل ده اطلع ده تاني فوق من هنا نحاول بقية نقفل الشكل بتاعنا هكتب فقط او شونسين المنطقة دي كون منطقة الكيرب بتاعي هخلي دول الزرع وبعد كده اقوله اوكي بالشكل ده يبا انا عملت المنطقة دي برضو عملتها بالشكل ده ولكن زي ما حضراتكم شايفين دي ما قدرش اعمل على اي حاجة على حبيت اروح مسلا اروش تكتر وقوله زي ما احنا متعودين مثلا اقوله اخطار جانريك موضل وابدأ اعمل سويب مثلا عشان ارسم انا شكل الكيرب اقوله سويب مش عارف اختار اي حاجة خالص ولا كل اللي اقدر اعمله اقدر ان انا اعمل سكتش وابدأ برضو نفس الكلام اقعد امشي على الحدوب بتاعتي دي طريقة بس طريقة طويلة شوية في طريقة تانية اسهل بشوانتسين ان اختار اختار الكيرب بتاعي اختار من انا اقوله ايزوليد اعمله ايزوليد ده شكل الكيرب بتاعنا او شكل الروسيب بتاعنا الكيرب ده انا عايز اخليه نظام زي كأننا عمله ماس كأننا عمله كتلة لها سكنسوا كل حاجة ستعمل الكلام ده زي بشوانتس اختار الراجل بتاعنا ده اولا انا اروح لقايمة فايل اكسبورت هصدره كاوتوكات فايل كاكات فايل ماشي هنعرف ازاي دلوقتي وارح جايله نكست عادي خالص جدا واسيف ليه الشكل بتاعنا اقوله ايه يخليك زي ما انت في الاسوليد فيو بالشكل ده بعدك اروح الى موديفاي انا او الراجل بتاعنا ده هعمله خلينا كده جواه بالشكل ده ده اللي انا عايز اعمله بشوانتسين هاختار انا هعمله كماس عموجود عندي واسمي الماس ده اللي اكن اسميها بيفمينت ده كده ايه رصيف بيفمينت زير وان مثلا ده رصيف بتاعنا اختار فين انا عايز دلوقتي اختار الماس بتاعتي اقول له ايه اختار من هنا كده انا كده خلاص عملت لها بالشكل ده هقول له ايه بص يعني حتى الحبيت تختار مشتعب تختار هتطر اعمل ايه بقى هعمل ماس جديدة انا دلوقتي كل اللي بعملها بشوانتسين بعمل ايه انا دلوقتي اعملت ادي ده الشكل بتاعي انا عايز اعمل ماس نفس الشكل ده بالزبط فبرافجي رايح على انسيرت بختار لوحة الكاد مبورت كاد وبختار نفس اللوحة انا هعمل ماس بنفس الشكل ده بالزبط اهو بالشكل ده وبعد كده اقول له ايه فنش ماس بالشكل ده خلاص ايب انا كده اعملت كتلة اوه بنفس بالزبط الشكل اللي بتاعة البابمينت اللي انا عايزة طيب بس كده انا دلوقتي مش عارفة دلها سيكنس فبراح ارسم عن طريق حاجة اسمها روف روف باي فيس وبقول له مالطبول سيليكشن وبختار كل الكلام ده كده اهو بالشكل ده اقول له ايه كريت روف بالشكل ده اعمل ادي طيب اهم حاجة اقول له دوبليكات منساش واسميه ده هسميه بابمينت بالشكل ده خش جوه ادي له الماتيريال بتاعته هعمل برضو كريت نيو متيريال سميه حرف الماتيريال بالشكل ده اروح على الماتيريال بتاعه او لو موجود عند حضرتك ما فيش اي مشكلة خلص هروح من الابيرانس هروح على او خلينا دستون مثلا خلينا نختار حاجة يكون شكلها كويس بالشكل ده يعني تشوف انت الشكل انت عايز تعمل بي ايا كان الشكل عايز خليك تعمل بي تقدر ايه تطلعه بالشكل ده بارح جايل اوكي انا عملت خلاص كده كده الماتيريال ديتو الماتيريال والسيكنيز بتاع عشرين سنتيبه اقول له اوكي اوكي اقوله من هنا كده سيليكت مالطبول اه افروض كده يعمل سيليكت مالطبول انا عيسف اختار اقول له كريت روف بالشكل ده تعالوا بقى كده نبص على الروف بتاعنا هنلاحظ انه هتعمل وكنا تدينه الماتيريال بيف منت لو انا جيت رجعت انا قلت له ريسيت واخترت كده البيف منت بتاعنا بالشكل ده لسه متعملش كروف بس كل مشكلة وانسين ان انا مفروض اعمل شو ماس بس كده ما كانتش ظهر معي فانا بختار عشان اختار شو ماس عشان ايه اقدر اتعامل مع الماس بتاعتي وقابل هنا ان فيه ماس ون ماشي بعد ما بعمل ماس ون بروح الروف زي ما انا لحضراتكم بروح الروف بختار كل الكلام ده بص شايفين كده هعرف هي اعمل ايه بالشكل ده بالشكل ده اقول له ايدو طيب هسميه بيف منت برضو زيرو وان ادي له الماتيريال بتاعتنا اللي احنا عملينها اديته الماتيريال باش ما انسين وقلت له كيه بس رجعت هنا اعملت الريسيت هلاحظ بقى لو انا ايه خفيت خلاص الماس شكل الماس لو انا ضغطت ايه من هنا كده هلاحظ انه بقى فيه روف موجود عندي يقدر اعمل الليفل افسيت اللي انا عايزه والي اكون عايزه عشرين سنتين بالشكل ده اهو يبانا كده ايه اعملت الرصيف بتاعي زي ما حضرتكو شايفين كده الموضوع بسيط جدا كل الفكرة بس ان انا لازم اعمل ايه شغل الماس بفاعتين بالشكل ده يبانا كده اعملت الطريق وعملت البيبمنت فاضل الكيرب الموجود هعمله زي باش فاندس بروح انا برضو على من هنا الروف خلينا نقول من هنا كده ارشتكتر هقول له الروف هقول له بقى ايه روف باي فيس من هنا ادريق اعمل روف باي فيس بتاعي اي شكل اهم حاجة عندي اختار الفاميلي بتاعتي يعني احنا عملنا ايه اه انا اسف خلاص لا مش ده احنا خلاص خلصنا بروح الروف اختار من هنا اقول له ادت طيب ده اهم حاجة عندي البروفيل بتاع الكيرب بتاعي لو مش موجود عند حضرتك بتقدر تضيب بروفيلز في بروفيلز جديرة موجودة ممكن اقول له من هنا ارشتكتر او ممكن اقول له من انسيرت اقول له ايه لوت فاميلي ممكن اروح الى بروفيلز موجود هنا كتير يو اس مترك هتروح الى حرف البي بروفيلز اهي بروفيلز وهنا موجود بروفيلز كتير ماشي انا هشوف البروفيل المناسب ليا وابدأ اختاره عادي خلاص كده في اشكال كتير زي ما حضركوا شايفين عمد طيب لو في ملاييتش البروفيلز اللي انا عايزة واشوانسين ممكن اعمله انا بمنتهى السهول يعني مثلا لو انا ملاييتش شكل البروفيل اللي انا محتاجه الكيرب بتاع الرصيف ممكن انا اعمل انا البروفيل من هنا عن طريق ان اقول له فاميلي نيو نيو فاميلي اختار من انجليش واروح اختار متريك بروفيل متريك بروفيل بالشكل ده هقول له phenomenal شكل بروفيل بقى برسم البروفيل اللي انا عايزة واشوانسنا من هنا create line برسم الشكل الشكل اللي انا عايزه وعليكن ده كده شكل البروفيل بتاعي مثلا هقول له create line من هنا كده اعمل فيه كيرب مثلا ما بتاع الراسيف امسك ده كده. امسك ده كده. هبدأ بقى ادي له برامترز ازاي? رجاله كده اقول له من هنا كده اهو ممكن في الاول خلص بس اعمل ده مع ده عشان اثبتهم مع بعض وده مع ده عشان يثبت مع بعض وايه? وابدأ اعدل من ناحية التانية. بقى كده اقول له من هنا الهنا بالشكل ده. بقى كده الله ينضيمنش التاني من هنا الهنا بالشكل ده. واحد كمان الجزء الصغير ممكن نعمل هنا هنا كده هنا كده. هقول له بالشكل ده عشان اقدر اتحكم في الجزء دي بالشكل ده. عشان ااخد الجزء ده كده من هنا الهنا. واديله برامترز جديد وبرضه ممكن اعمل فوق افضل يعني من هنا لهنا بالشكل ده. ماشي بالتالي ممكن اشيل بقى ده خلاص. اعمل له دليت وعمل محزاة ده مع ده ده مع ده واقفلو. وبعد كده ااخد الديمانشا بتاعه بحيس يبقى ايه دايما ثابت ما بين وبعد كده اعمل الراجل بتاعنا ده كده برضه من هنا لهنا الجزء ده. همسك كل واحد منهم اقول له ايه برامتر من هنا كده اضيف البرامتر اسميه ده كده اتش وان مثلا نوع دايمنشا سمي ده كده اتش تو دابلي وان دابلي تو وهكذا اتش تو امسك ده برضه من هنا برامترز دابلي وان امسك الراجل بتاعنا ده من هنا فوق ادي له برامتر دابلي يوتو بالشكل ده كيبش منسين اقدر اعدل في الفاملي دي من هنا اعمل تشيك عليها وليكن انا عايز العرض بتاعي مثلا عشرين سنتي او لابلاي تزبط من هنا عايز من فوق الهايب بتاعنا تلاتين سنتي اقدر ازبط العرض اللي فوق عايز اخلي ده غير ده اقدر اعدلهم ومنتها سهولة خلي ده كده مية ابلاي خلي اللي فوق ده برضو دابلي اتنين مية ابلاي اوكي يبقى اعملت البروفيل بتاعت الفاملي مانتاش اعمل حاجه لسيف از فاملي اه هسيف هنا في ارشتكتر كورس فامليز اه اكسترنل اه اكسترنل خلينا نقول كرياتد سمي ده كده كده ده كده واخلي سيف واحد اقول لو كي سيف بالشكل ده ده انتو بروجيكت عند كلوز مزلها لي خلاص نزلت في البروجيكت بقى بش مانتين اروح الارشتكتر روف او خلينا في سري دي روف اختار من هنا ايدي اختار البروفيل بتاعي من هنا كده اروح اعمل بس كده زوم واختار الشكل بتاع الكيرب بتاعه اختار تحت عشان ايه ابدأ اختار الكيرب بتاعي اعمل دريب بس كده الاول ابدأ اضيفهم بقى بشوانتين زي ما حالكم شفتيه كده شفتو اختار بقى الايه السطح بتاعي من تحت من هنا كده اهو كنترول الثاني انا عايزة اختار كيرب منساش الماتيريال بتاعته من هنا كده برضو اخلي بقى الكيرب بتاعنا كونكريت اول من هنا كده اختار من بالشكل ده ماشي في كاست ان سيتيو كويسة جدا برضو كاست ان بلايس مش موجودة خلاص مفيش مشكلة ماشي اولو كي اوكي هبدأ ارسم بقى من هنا كده ارشتكتر اروف اختار من هنا هكذا بقى بشوانتين الكيرب بتاعي ممكن اغير بروفايل طبعا اخش اغير في الهايت بتاعه لو انا لايك لان الهايت كبير اخليه 20 فقط بالشكل ده بالشكل ده كيبس وانتيني احنا كده يقدرنا ان اتعلم مع بعض زياد الرضيف في الجزية الموجودة عندنا